اشتركوا في القناة دروسا مكتوبة في مادة القانون الدولي العام تجدونها على الموقع الالكتروني لكليتنا كلية الحقوق بمكناس اضافة الى هذه الدروس ارتأيت ان ابعث الى الموقع الالكتروني ذاته بتسجيلات صوتية تترمن شروحات وتوضيحات بل حتى بعض الاضافات تتعلق ببعض هذه هذه الدروس لا بأسا ان اذكركم اعزائي الطلبة عزيزتي الطالبات انه في لقائنا الاول في المدرج تحدثت عن المحاور التي ستترك اليها في الدروس المتعلقة بمادة القانون الدولي العام وقلت بانني ساقسم هذه المادة الى قسمين او محورين المحور الاول يتعلق ب مصادر القانون الدولي العام والمحور الثاني يتعلق باشخاص هذا القانون فيما يخص المحور الاول قلت بان المصادر القانون الدولي العام هي المعاهدات الدولية العرفة الدولية مبادئ القانون العام احكام المحاكم ومذاهب كبار فقه القانون الدولي العام وقواعد العدالة والانصاف واخيرا القرارات المنظمات الدولية اذا هذه هي المصادر القانون الدولي العام التي ستترك إليها في المحور الأول أما المحور الثاني المتعلق بأشخاص القانون الدولي العام فهنا ستترك لهؤلاء الأشخاص أي أشخاص القانون الدولي العام وهما كما تعلمون الدول المنظمات الدولية الشركات المتعددات الجنسية والأفراط أذكركم أيضا أعزائي الطلباء عزيزاتي الطالبات أنه سبق لي أن تطرقت في محاضرتين سابقتين لقيتهم أمامكم في المدرج تطرقت في الأولى لتعريف المعاهدة ولأنواع المعاهدات وفي الثانية تحدثت عن موضوع يتعلق بإبرامي المعاهدات وليش كأنكم تتذكرون أنني توقفت عند آخر مرحلة من مراحل إبرامي المعاهدات أقصد مرحلة التصديق ليس ضروري أن أكرر في هذا التسجيل الصوتي ما قلته في هاتين المحاضرتين السابقتين في هذا التسجيل الصوتي الأول سأتترك لتصديق كآخر مرحلة من مراحل إبرامي المعاهدات ثم أتترك لموضوع آخر يتعلق بتسجيل المعاهدات ونشرها سأبدأ إذن بالتصديق على المعاهدات بداية لابد من تعريف التصديق على المعاهدات ماذا نقصد بالتصديق على المعاهدات هناك طبعا تعريفات كثيرة ومتعددة ولكنها كلها متقاربة وكلها تتفق حول المضمون وإن اختلفت في الشكل وفي الصياغة ونحن سأقترح عليكم تعريفا قدمه لإسماعيل الغزال أحد أساتذة القانون الدولي العام المصريين في كتابه المعنون بالقانون الدولي العام إذن يعرف إسماعيل الغزال التصديق بكونه عمل رسمي تعبر الدولة من خلاله عن رغبتها في التقيد بأحكام المعادة إذن التصديق هو إجراء وعمل رسمي تعبر الدولة من خلاله عن قبولها التقيد عن قبولها الالتزام بأحكام ومغتضيات المعاهدة التي هي طرف فيها الصديق إذن هو إجراء جوهري بدونه لا تتقييد الدولة أساسا بالمعاهدة وبعبارة أخرى يمكن أن نقول بأن التصديق هو الذي يلزم الدولة بأحكام المعاهدة التي هي طرف فيها لكن هنا يجب أن أن ننتبه إلى مسألة أساسية وجوهرية وهي أن التصديق لا يلزم إلا الدولة التي ينص دستورها على ضرورة التصديق على المعاهدة لكي 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 تلتزم بأحكام ومغتضيات هذه الأخيرة بعبارة أخرى التصديق شرط ضروري للتقيد أو للالتزام بأحكام المعاهدة بالنسبة للدولة التي ينص دستورها على أن تقيدها بمغتضيات المعاهدة يكون بعد التصديق على هذه الأخيرة فهناك كما تعلمون دستير بعض الدول لا تشترط التصديق على المعاهدات لكي تلتزم بأحكامها فهي تكتفي فقط بالنص على التوقيع فالتوقيع بالنسبة لهذه الدول هو الذي يلزم هذه الأخيرة بالتقييد بأحكام ومغتضيات المعاهدات التي تكون أطراف فيها لشك أعزاء الطلباء عزيزات الطالبات أنكم تتذكرون حين حينما تطرقت لموضوع يتعلق بأنواع المعاهدات أن من بين المعايير التي يستند إليها فقهاء القانون الدولي العام للتمييز بين المعاهدات هناك معيار يعتمد أسلوب التعبير عن الالتزام بأحكام المعاهدات فطبقا لهذا المعيار يتم التمييز بين ما نسميه بالمعاهدات الرسمية والمعاهدات البسيطة فالأولى أي المعاهدات الرسمية تتطلب التصديق عليها ل الالتزام بأحكامها والثانية أي المعاهدات البسيطة تصبح ملزمة بمجرد التوقيع عليها خلصة القول هي أن التصديق يعتبر شرط ضروري للالتزام بأحكام المعاهدات بالنسبة للدولة انتبهوا جيدا بالنسبة للدولة التي ينص دستورها على أن يكون للتصديق هذا الأثر أي أن يترتب على التصديق الالتزام الدولة بمغتضيات المعاهدات التي تكون طرفا فيها التصديق يتم التعبير عنه في وثيقة يطلق عليها اسم وثيقة التصديق إذا كانت المعاهدات ثنائية أي المعاهدات التي يتم إبرامها بين دولتين تقوم هاتان الدولتان بتبادل وثيقتي التصديق فيما بينهما أما إذا كانت المعاهدات متعددة الأطراف أو جماعية حسب تعبير بعض فقهاء القانون التولي العام فعادة ما تودع وثائق التصديق لدى إحدى الدول طرف المعاهدة يتفق عليها صراحة في المعاهدة نفسها ما هي السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات هذه السلطة يحددها الدستور قد يمنح الدستور حق التصديق لرئيس الدولة وحده وقد يمنحه للسلطة الشريعية وحدها وهناك دستور تمنحها حق التصديق على المعاهدات لرئيس الدولة بشرط بشرط موافقة البرلمان عليها أول وموافقة البرلمان قد تهم كل المعاهدات أو بعضا منها فقط وهذا الأسلوب الأخير هو الذي تبنه الدستور المغربي الدستور المغربي كما تعلمون أعطى حق التصديق على المعاهدات للملك لكن هناك بعض المعاهدات التي حددها الدستور على سبيل الحصر لا يمكن للملك المصادق عليها قبل أن يوافق عليها البرلمان بمجلسيه مجلس النواب ومجلس المستشارين وهذه المعاهدات قد حددها الفصل الخامس والخمسون من الدستور الحالي أي الدستور 2011 ما هي هذه المعاهدات ما هي هذه المعاهدات التي لا يصادق عليها الملك إلا بعد موافقة البرلمان عليها يتعلق الأمر هنا بمعاهدات السلم معاهدات الاتحاد معاهدات تهم رسم الحدود معاهدات التجارة المعاهدات المعاهدات تترطب عليها تكاليف تلزم مالية الدولا المعاهدات التي تطلب تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية وأخيرا المعاهدات التي تتعلق بحقوق وحريات المواطنين والمواطنات سواء منها العامة أو الخاصة الخاصة كل هذه المعاهدات التي نص عليها الفصل الخامس والخمسون من الدستور الحالي أي دستور 2011 كل هذه المعاهدات كما قلنا لا يصادق عليها الملك إلا بعد موافقة البرلمان العليها أما غير هذه المعاهدات فللملك طبعا الحق في المصادقة عليها دون حاجة إلى الرجوع إلى البرلمان القصط الموافقة العليها إذا قارننا الدستور الحالي مع الدستور السابق عليه وأنتم تعرفون ما هي الدستور السابق على الدستور الحالي ما يتعلق الأمر بدستور 1962 دستور 1970 دستور 1972 دستور 1992 ودستور 1996 إذا قارننا الدستور الحالي مع الدستور السابق عليه نلاحظ أن التساطير السابق على الدستور 2011 كانت كلها تنص على معاهدة واحدة ووحيدة تتطلب موافقة البرلمان قبل المصادقة عليها من طرف الملك وهي المعاهدة التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة وقد أضاف الدستور الحالي إلى هذه المعاهدة معاهدة أخرى نص عليها كما قلنا الفصل الخامس والخمسون في فقرته الثانية والتي ذكرناها قبل قليل إذا أردتم أعزائي الطلباء عزيزتي الطالبات مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع موضوع التصديق على المعاهدات في إطار النظام القانوني المغربي وحيلكم إلى كتاب أستاذي وصديقي العزيز السيم محمد البزاز بعنوان القانون الدولي العام الذي اخصص له أربعة صفحة أربعة عشر صفحة من صفحة 92 إلى صفحة 105 هنا أتكلم عن الكتاب الأستاذ سيمو محمد البزاز في طبعته في طبعته لسنة 2014 و2015 إذن للطلبة والطالبات الذين أو اللواتي يريدون أو يريدنا التفاصيل حول هذا الموضوع موضوع التصديق على المعاهدات في معاهدات في إطار النظام القانون المغربي يمكن لهم يمكن لهنا الرجوع إلى كتاب الأستاذ سيمو محمد البزاز القانون الدولي العام يعتبر هذا الأسلوب الذي اعتمده الدستور المغربي بشأن التصديق على المعاهدات أكثر الأساليب انتشارا إذ تأخذ به الأغلبية الساحقة من دول العالم في الوقت الحاضر نقطة أخرى أو دو أن أشير إليها في إطار موضوع التصديق على المعاهدات تتعلق بأجل التصديق بأجل التصديق يمكن فيما يتعلق بهذه النقطة أن نقول بأنه عادة عادة ما لا تحدد المعاهدات أجلا للتصديق فكل دولة من الدول المشاركة في المعاهدات لها الحق في التصديق على هذه الأخيرة متى شاءت مهما طارت المدة الفاصلة بين التوقيع والتصديق ومن الأمثلة التي يمكن أن نسوقها عن التصديقات المتأخرة يمكن أن نذكر تصديق فرنسا في 12 مارس عام 1940 على معاهدة جينيف الموقعة في 12 تنبير عام 1923 المتعلقة بمنع تداول المطبوعات المخلة بالأداب والاتجار فيها تلاحظون هنا أن فرنسا وقعت في 12 تنبير عام 1923 على معاهدة تتعلق بمنع تداول المطبوعات المخلة بالأداب والاتجار فيها ولكن لم تصادق عليها إلا في سنة 1940 أي أن المدة الفاصلة بين التوقع والتصديق 17 سنة إذن كما قلت لكم بأنه ليس هناك أجل محدد للتصديق فكل دولة من الدول المشاركة في المعاهدة لا الحق في التصديق على المعاهدة التي هي طرف فيها في أي وقت شاءت مهما طالت المدة الفاصلة بين التوقع والتصديق نقطة أخيرة تتعلق بموضوع التصديق على المعاهدة المعاهدات أود التطرق لها وهي هل يحق للدول رفض التصديق على المعاهدات التي شاركت في المفاوضات بشأن موضوعها وفي سياغة البنودية هل يحق للدول أن ترفض التصديق على المعاهدات التي شاركت في المفاوضات بشأن موضوعها وفي سياغة موادها أو في سياغة بونودية الجواب نعم القانون الدولي أقر شرعية رفض التصديق للتصديق وبالتالي لا تتحمل الدولة الممتنعة عن التصديق أي تمسؤولية أي كان سبب هذا الامتناح لكن يجب التنبيه هنا إلى أن رفض التصديق يكون شرعيا فقط في حالة ما إذا كانت المعاهدة تنص على أنها لا تكون ملزمة إلا بعد التصديق عليها أما إذا كانت المعاهدة تنص على أنها ملزمة بمجرد التوقيع عليها فإن الدولة التي رفضت التصديق على المعاهدة تكون ملزمة على الصعيد الدولي ولا يعتد برفضها لأنها أصبحت ملزمة منذ التوقيع عليها ولا يؤخذ بعين الاعتبار ما ينص عليه دستور الدولة الممتنعة عن التصديق على أن تطبيق المعاهدة يتطلب التصديق عليها هذا فيما يتعلق ب موضوع التصديق أما الموضوع الثاني الذي أود التطرق إليه في هذا التسجيل الصوتي الأول وهو موضوع تسجيل المعاهدات ونشطرها تسجيل المعاهدات ونشطرها أولا ماذا نقصد بتسجيل المعاهدة ونشطر المعاهدة في كتابهما الذي يحمي العنوان القانون الدولي العام المنشور عام 1989 يعرف محمد سامي عبد الحميد ومصطفى سلامة حسين تسجيل المعاهدات بأنه إيداع الدول الأطراف في المعاهدات صورا منها أي نسخ منها صور منها لدى جهاز دولي مختص بقصد تمكينه من تدوينها في سجل خاص يعده لهذا الغرض ثم القيام بنشرها في مجموعة تجتمل على كافة ما تبرمه الدول من اتفاقات دولية المقصود بالجهاز الدولي المختص هنا هو الأمان العام للأمم المتحدة حاليا وفي عهد عصبة الأمم هذا الجهاز كان هو الأمان العام التابع لهذه العصبة والهدف من تسجيل المعاهدات ونشطرها هو طبعا الرغبة في القضاء على المعاهدات السرية وحلول أسلوب الدبلوماسية العلنية محل الدبلوماسية السرية في العلاقات الدولية وهذا طبعا له دور كبير في تحقيق الأمن والسلم الدوليين لقد نصت المادة 18 من ميثاق عصبة الأمم على ضرورة تسجيل ونشر المعاهدات الدولية في أقرب فرصة لدى الأمان العام للعصبة وإلا فإن هذه المعاهدات لن تكون الملزمة اسمحوا لي أعزائي الطلبة عزيزاتي الطالبات أن أقرأ عليكم نص هذه المادة المادة 18 يقول هذا النص كل معاهدة أو اتفاق دولي يعقده في المستقبل أحد أعضاء العصبة يجب أن يسجل فورا بوسطة الأمانة وأن تقوم بنشره في أقرب فرصة ولا تعتبر أي معاهدة أو أي اتفاق دولي ملزما قبل تسجيله انتهى مضمون نص المادة الثامن عشر هنا تجب الإشارة إلى أن نص المادة 18 من ميثاق عصبة الأمم أثار جدلا ونقاش بين فقهاء القانون الدولي العام يمكن أن ألخص هذا الجدال أو هذا النقاش في ثلاث في ثلاث قراءات القراءة الأولى التي يمكن أن نصفها بالقراءة الحرفية لكتور لكتور لتغاليست بالفرنسية القراءة الأولى التي يمكن أن نصفها بالقراءة الحرفية يذهب مؤيدها إلى أن النص يعني أن أطراف المعاهدات الدولية غير ملزمين بتطبيق أحكامها ومختضياتها حتى يتم تسجيلها فيما يخص القراءة الثانية فيرى أصحابها أن نص المادة 18 يعني فقط أن تنفيذ المعاهدات مطروك لإرادة أطرافها أي أن تنفيذها لا يكون إجباريا بل اختياريا ما دامت هذه المعاهدات غير مسجلة لدى الأمان العام التابعة لعصبة الأمم أما القراءة الثالثة والأخيرة فيرى المدافعون عنها ومنهم أستاذنا عبدالقد القادري في كتابه قضايا القانون العام المصادر القراءة الثالثة يرأس المدافعون عنها ومنهم كما قلت أستاذنا القادر القادري أن أقرب التفسيرات إلى النص هو أن المعاهدات تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بمجرد التصديق عليها بمجرد التصديق عليها بالنسبة بالنسبة للدول التي تنص دساطيرها على أن التصديق يلزم هذه الدول بتطبيق وبالتقيدي وبالالتزام بأحكام المعادة لأن كما قلت سابقا بأن هناك دساطير لبعض الدول التي تنص على أن التوقيع أن مجرد التوقيع على المعاهدة يلزم الدولة الموقع المعاهدة بتطبيقه وباحترام أحكام المعاهدة ويتعين على أطرافها التقيد بها والالتزام بأحكامها كل ما هناك يقول أستاذنا القذري أنه لا يمكن الاحتجاج بها أمام الأصباء أو أحد فروعها طالما أنها لم تسجل وفقا لما نصت لما نصت عليه المادة المادة 18 بعبارة أخرى أن المعاهدة التي لم يتم تسجيلها لدى الأمان العامة التابعة لعصبة الأمام هذه المعاهدة التي لم تسجل لدى الأمان العامة لعصبة الأمام لا يمكن الاحتجاج بها أمام العصبة أو أمام أي فرع من فروع عصبة العصبة الأمم ماذا نقصد بهذه العبارة؟ لا يمكن الاحتجاج بالمعاهدة غير المسجلة أمام العصبة أو أحد فروعها؟ يقصد بهذه العبارة أنه لا يمكن لأي طرف من أطراف المعاهدة غير المسجلة أن يستند إلى هذه المعاهدة أو يقدمها كحجة أمام أمام أي فرع من فروع عصبة الأمم للدفاع عن مصالح أعطيكم مثالاً لأوضح لكم أكثر مثلاً دولتان إحداهما تحتل مناطق معينة من أراضي دولة أخرى دولتان إحداهما تحتل مناطق معينة من أراضي دولة أخرى هاتاني الدولتان أبرمت معاهدة اتفقت فيها على أن الدولة التي تحتل هذه المناطق ستنسحب منها بعد مضي مدة سنتين لكن الدولة المحتلة لم تنفذ التزامها رغم مرور المدة المتفق عليها والمعاهدة التي أبرمتها هاتان الدولتان لم تسجل لدى الأمان العامة لعصبة الأمم السؤال المطروح هل يحق للدولة المتضررة أي الدولة التي احتلت مناطق من أراضيها أن تستند إلى المعاهدة وتقدمها كحجة أمام محكمة العدل الدائمة التابعة لعصبة الأمم التي عرض عليها النزاع الجواب هو لا لماذا؟ لأن المعاهدة لم تسجل لدى الأمان العامة لعصبة الأمم لو كانت هذه المعاهدة مسجلة لدى الأمان العامة لكان من حق الدولة المتضررة أي الدولة التي احتلت مناطق من أراضيها لكان من حق هذه الدولة أن تستند إلى هذه المعاهدة وتحتج وتحتج بها أمام المحكمة التي عرض على أنظرها النزاع النزاع ونشرها الآن نريد أن نعرف ما يقوله ميثاق الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع أي موضوع تسجيل المعاهدات ونشرها ماذا يقول ميثاق المتحدة بشأن تسجيل المعاهدات ونشرها على غرار ميثاق عصفة الأمم أوجب ميثاق الأمم المتحدة هو أيضا تسجيل المعاهدات ونشرها لدى الأمانة العامة للمنطمة الأممية أي منطمة الأمم المتحدة إلا أن ميثاق هذه الأخيرة كان أوضح من ميثاق عصفة الأمم أوجب إذن ميثاق الأمم المتحدة تسجيل المعاهدات الدولية ونشرها وقد نص على ذلك بشكل واضح في الفقرة الأولى من المدة مئة واثنين هذه المدة تقول تقول هذه الفقرة من المدة مئة واثنين من ميثاق المتحدة أقرأ المضمون هذه الفقرة كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا المثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن وتضيف المدة مئة واثنين في فقرتها الثانية ما يلي ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المدة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة المتحدة هناك إذن مثاق نوم المتحدة على ضرورة تسجيل المعاهدات الدولية ونشرها وينص على أنه إذا لم تسجل المعاهدات لا يمكن لأي طرف من أطرافها الاحتجاج بها أمام أي فرع من فروع من فروع المنظمة الأممية أي منظمة الأمم المتحدة أي معاهدة لم تسجل لدى الآمان العامة التابعة للأمم المتحدة لا يمكن الاستناد لها لا يمكن التمسك بها لا يمكن الاحتجاج بها أمام أي فرع من فروع المنظمة الأمم المتحدة المتحدة أعزاء الطلبة عزيزتي الطالبات اسمحوا لي أن أتوقف عند هذا الحد وإلى اللقاء في التسجيل الصوتي الثاني وفي هذا التسجيل الصوتي الثاني سأتطرق لموضوعين اثنين الأول يتعلق بالانضمام إلى المعادات والموضوع الثاني يتعلق بالتحفظ على المعادات إلى ذلكم الحين أتمنى لكم أوقات ممتحة ترجمة نانسي قنقر